بكم مشاهدين تطورات كثيرة ومتسارعة في ليبيا فبعد صد هجوب قوات خليفة حفتر البارحة عن العاصمة ترابلس يبدو أن المشهد تغير اليوم بحديث عن معارك ومواجهات عنيفة تدور الآن في وسط العاصمة وقرب مطار ترابلس الدولي نناقش التفاصيل الآن في برنامج الخبر بقية تفضلوا البقاء معنا حرب ولواء المتقاعد خليفة حفتر على ترابلس تبدو سجالا بين طرفين يسر كل منهما على تحقيق تقدم ميدانيا سريع أخر والأخبار الواردة من ليبيا تؤكد أن معارك طاحنة تدور في هذه الأثناء في حزام العاصمة وأن قوات حفتر تحاول الدخول إلى المطار الدولي المهجور في ترابلس وكالة رايترز أفادت أن قوات حفتر المدعومة إماراتيا أعلنت سيطرتها على مناطق قصر بن غشير وواد الربيع وسوق الخميس قرب العاصمة التي أعلنت الحكومة فيها حالة الطوارئ القصوى استعدادا لأي خروقات أمنية للمزيد ينضم لنا من ترابلس مراسل التلفزيون العربي خليل لكلاعي خليل ما أبرز وآخر تطورات لديك في ذل حديث عن دخول قوات حفتر إلى العاصمة ومعارك تدور الآن حول المطار نعم بالفعل تراجعت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في المحور الجنوبي للعاصمة الليبي ترابلس بعد قتال ضارين كان في محور قصر بن غشير وتمكنت القوات الموالية للوال المتقاعد خليفة حفتر من الدخول إلى منطقة قصر بن غشير والاقتراب من محيط ترابلس العالمي حتى نشرح صورة بأكثر قدر ممكن من التبسيط للمشاهدين القوات التي تواجه تشكيلات حكومة الوفاق الوطني القوات التي هي في الجانب الآخر من الحدود الإدارية من ترابلس ليست قوات متابعة للوال المتقاعد خليفة حفتر وإن قوات محلية أعلنت ولاءها له هي ليست القوات التي بعث بها خليفة حفتر إلى الغرب وإنما هي قوات محلية هي تشكيلات مسلحة محلية موجودة على الأطراف الجنوبية للعاصمة الليبي ترابلس أعلنت ولاءها لهذه العملية أعلنت ولاءها لخليفة حفتر وتقاتل باسمه ما حدث هو يعتبر بالفعل اختراق بالمعايير العسكرية تراجعت القوات التابعة للحكمة للفاق الوطني على محور قصر وقشير وتقدمت هذه القوات التي توالي خليفة حفتر على ذات هذا المحور واقتربت من مطار ترابلس العالمي لنشرح الصورة أكثر أيضاً ونقربها أكثر من المشاهدين مطار ترابلس العالمي ليس هو المطار الرئيسي في العاصمة الليبي ترابلس المطار الرئيسي هو مطار معتيقة مطار ترابوس العالمي هو مطار شبه مدمر وهو مطار خالن وهو مطار لا يصلح لإيواء وربما إقلاع وهبوط الطائرات فبالتالي لا يعتبر هذا الاقتراب من مطار ترابوس العالمي مكسبا استراتيجيا للقوات التي اقتربت منه ولا يعتبر اصلا اختلاقا او دخولا الى العاصمة اللي بيترابوس طالما ان القتال لا زال يدور في الحدود الجنوبية هذا من ناحية من ناحية تانية هناك قوات اخرى ارسلت لتعزيز القوات الموجودة على محور قصر بن غشير اساسا وفق ما ذكره لنا مصدر امني كتائب من قوة الرادع الخاصة هي في طريقها الى محور قصر بن غشير وايضا وفق ما ذكره لنا مصدر عسكري مدينة مصراطة كتيبتي حطين وكتيبة لواء المرسى ايضا خرجتها من مصراطة لتعزيز قوات حكومة الوفاق الوطني الموجودة على هذا المحور أيضا الكتيبة 166 من مدينة مصراطة هي أيضا تستعد للخروج من مدينة مصراطة للتحاق بالقوات المرابطة على الحدود الجنوبية من المتوقع أن الموازين العسكرية القائمة الآن والمشهد القائم الآن المتمثل في تراجع قوات حكومة الوفاق وتقدم قوات أعلنت ولائها للواء المتقاعد خليفة حفتر كل هذا المشهد من المتوقع أن يتغير بشكل كلي إذا وصلت التعزيزات والتشكيلات المسلحة التي كنت ذكرتها لكم كتيبة حطين كتيبة لواء المرسى والكتيبة 166 نعم سنتابع معك تطورات المشهد هناك في ليبيا خليلك لاعي مراسل التلفزيون العربي شكرا جزيلا لك للمزيد المشاهدي ذلك حلم راود اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أن استثب له الحكم في الشرق الليبي قبل خمس سنوات في مخياله المدينة مدينة له بمعركة مؤجلة منذ ذلك الحين لكن في حربه الموعودة تلك يصدم حفتر بشبكة ولااءات قبلية ومناطقية معقدة الطريق إلى العاصمة لن تمر إلا بمصرات الثائرة تاريخيا على رموز النظام وبالزاوية وقد استنفرت عتادها ومقاتليها وبطوق حصين حول طرابلس تحرسه كتائب موالية لحكومة الوفاق وهي تخوض قتالا عنيفا للدفاع عن العاصمة وتحذر الغدر المدينة وقد ضاق أهلها بالقتال تتهيأ للأسوأ تخشى أن تتكشف للطامحين فيها وقد ضلت على مدى سنوات مصرحا تتنازعه كتائب أمنية شتى وقد تمسي هشة إن استيقضت ولااءات نسجها اللواء المتقاعد سرا المكاسب التي حققها حفتر في الجنوب الليبي خلال الأسابيع الماضية ظهوره في ضيافة العاهل السعودي في الرياض قبل أيام نزع عن الحملة العسكرية طابع المفاشأة فكلما ضاقت باللواء المتقاعد مسالك الحل السياسية ووجد أمنه لا بد من اقتسام السلطة حرف المصار برمته إلى حيث السلاح والقتال قفز حفتر على كل التفاهمات التي اجتهدت الأمم المتحدة في إخراجها بأكثر من صيغة في مؤتمر السخيرات قبل سنتين أو يزيد في اتفاق فاريس وكان آخرها في أبوظبي العاصمة التي فتحت له مخازن السلاح والأموال حين اجتمع بالصراج معلنا اتفاقا حول ملامح المرحلة الانتقالية حتى حين أعلن حربه على طرابلس كانت المدينة تستقبل الأمين العام للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر وطني يبدو حفتر في عجلة من أمره إذن فهناك مزاج دولي رافض للحل العسكري وللانقلاب على ما ركمته المسألة الليبية من جهود ديبلوماسية وهناك رعاة إقليميون يبدو خيار الحرب في ليبيا الأنسب لهم والجارة الغربية الجزائر تحتضن آمالا واعدة بالتغيير رغم كل هذه المتغيرات منزل حفتر يلاحق أطياف حرب قد استعصت عليه مرات عديدة إذن للمزيد ينضم علينا من طرابلس المحلل العسكري أحمد هدية كما ينضم علينا من تونس الصحفي عبدالله الكبير مرحبا بكما أبدأ معك سيد هدية ماذا حصل منذ البارحة وحتى اليوم البارحة تم صد هجوم قوات خليفة حفتر والآن تدور معارك قرب مطار ترابلس الدولي ومعارك وسيطرت بعض القوات الموالية لحفتر على مناطق في قصر بنغشير جنوبية ترابلس ما الذي حدث؟ نعم بداية بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نتكلم عن ما حصل هذا اليوم لابد أن نلقي ضوله بشكل شريع عن ما كان خلال الأيام الماضية خليفة حفتر يحاول بكل سرعة أن يقوم بإنجاز شيء ما على الأرض قبل أن يكون موعد الملتقى الوطني الجامع يستغل الوضع الحارج الذي تعانيه الجزائر هذه الأيام كان في الإمارات وكان في السعودية ومطبخه المعروف في مصر فهو يلاقي دعما من هؤلاء هو ذكرني بشكل كبير بما قام بالحديث الذي قاله سيف القدافي في 2011 سيد هدية لو نعود إلى هذه التطورات الآن هذه التطورات الآن يعني تغير ب180 درجة منذ البارحة إلى اليوم بعد صد قوات حفتر الآن هو يصل إلى مطار ترابلس الدولي ماذا حدث منذ ذلك الحين؟ هذه معركة وفي المعركة يكون هناك كر وفر حفتر لابد أن يحقق إنجاز ماء هذا اليوم بأي شكل من الأشكال حتى يعني يغطي على ما حدث صباح اليوم يعني بين الأمس وصباح اليوم ما حدث فعليا هو أن هناك قوات خرجت من مدينة ترهونة تساند القوات الموجودة التي تتبع خليفة حفتر في سوق الخميس واتحدث معها وقامت بالهجوم على قوات حكومة الوفاق الموجودة هناك القوات الموجودة هناك يعني ليست بالقوة الكبيرة فتراجعت إلى نقطة معلومة في انتظار الدعم الذي تحرك من مدينة مصراتة فهي جولة نعمة معلومة جولة أولى كما تقول في هذه المعركة أرضا من الأستاذ عبدالله كبير من تونس هل فعلا حفتر عندما قال بأنه سيسيطر على العاصمة ترابلس في غضون 48 ساعة هو قادر على ذلك هل هو يعول على هذه القوات المتواجدة داخل العاصمة والتي لها ولا كبير لخليفة حفتر أو أيسامة بالخلايا النائمة وبالتالي هو ربما قد يكون قادر على دخول العاصمة خلال الساعات المقبلة نعم تحية طيبة لك ولضيفك ولأسادة المشاهدين ونتذكر حفتر عندما أعلن الحرب في بنغازي قال أن الحرب ربما لن تتجاوز الأسبوعين واستمرت لما يزيد عن ثلاث سنوات لا أعتقد أن طرابلس وبالمجموعات المسلحة الكثيفة فيها والتابعة لحكومة الوفاق الوطني يمكن أن تسقط في 48 ساعة أو حتى في 48 شهر هذه الحرب إن امتدت ستكون حربا ضروسا وستكون حربا قاسية ولا أعتقد أن حفتر سيتمكن في نهاية المطاف من السيطرة على طرابلس الخسارة الكبيرة التي تعرض لها في الزاوية وعدد الكبير من الأسرى الذين تقريبا كانوا نحو 128 أسيرا وأغلبهم شباب في سن العشرين أو نحوها حتى ما عليه أن يسعى إلى رفع معنوياته ومعنويات أنصاره بالبحث عن انتصار في جنوب طرابلس وكانت المفاجأة بإعلان لواء مسلح في مدينة ترهونة أصدروا بيان متلفز وأعلنوا فيه انضمامهم لقوات خليفة حفتر وبالتالي ساندوا القوة الموجودة هنا سؤال سيد كبير هنا السؤال هل هو يعول على هذه الكتائب الموالية له داخل العاصمة والتي ربما تشبه الخلايا النائمة في فتح العاصمة على مصر عاية أمام قوات حفتر القادمة من الغرب أو من الشرق عفوا نعم نعم هو يعتمد كما حصل في الجنوب هو يبحث عن ولاءات داخل المنطقة الغربية بشكل عام لديه مجموعات وإن كانت محدودة في صبراتة وفي صرمان اليوم أعلن لواء من مدينة ترهونة أنه يتبع قوات خليفة حفتر يعتمد على هذه المجموعات المسلحة لكي تفتح له الطريق ولقواته التي ستأتي من شرق البلاد هذا هو الأسلوب الذي يعتمده خليفة حفتر في حروبه لكن الأمر لن يكون سهلا لأن المجموعات المسلحة في غرب البلاد وفي طرابلس مجموعات مسلحة ولها خبرة قتالية عالية فإذا لم تتوقف الحرب واستمر القتال فستكون المعارك عنيفة جدا وهذه المجموعات الموالية له ربما تضطر إلى مغادرة مناطقها أو إلى التسليم وعدم المجازفة بالمواجهة بعضها الآن يترقب في أي ميزان يميل إلى أي كفة يميل الميزان حتى تحدد موقفها لكن الحرب في اعتقادي إذا استمرت ستكون حرب طويلة وستكون حرب عنيفة وستكون حرب قاسية حرب طويلة وعنيفة ولأنها حرب أعود إلى الأستاذ أحمد هدية من طرابلس عندما التقى خليفة حفتر بأمير العام الممتحدة اليوم بوتيريش قال له أنه لن يتوقف حتى تحرير طرابلس من الإرهاب على حد قوله مع دخول كتاب مصراتة والزاوية وقوات منطقة بنغازي العسكرية على خط المواجهة وربما تعزيزات أخرى كيف ستكون طبيعة المعاركة برأيك خلال الساعات أو ربما الأيام المقبلة في اعتقادي أن المعاركة ستستاد شراسة وضراوة التعزيزات قادمة لا محالة قريبا جدا ربما في هذه الليلة تكون قد وصلت إلى طرابلس سيتم الضرب بقوة على أكثر من محور خاصا وأن اعتماد كبير لحفتر على من يوليه من المناطق التي من الممكن أن تصل لها قواته ما حدث اليوم على سبيل المثال في مدينة ترهونة كان حفتر يعول على ترهونة منذ 23 مارس وكانت هناك مشكلة كبيرة وكان هناك قوات ستخرج من طرابلس لتضرب القوات الموجودة في ترهونة في حال موافقتهم على الانضمام لحفتر وتدخل المجلس العسكري لمدينة مصراتة وتوصل إلى صلح معين مع ترهونة بحيث أنهم لن يكونوا موالين لحفتر في حال هجومه على مدينة طرابلس ولكن للأسف نقضى هذا العهد اليوم وكانت هذه القوات مساندة للقوات الموجودة للتابعة لخليفة حفتر وشكلت فارقا في حجم القوة الضاربة الآن القوة المدافعة عن طرابلس إنجازة التعبير ستزداد قوة وسيكون هناك عتاد كبير وستكون المعركة كبيرة خلال اليومين القائمين هذا على المستوى العسكري دعونا نناقش جانبا من الجانب السياسي لما يحدث اليوم في ليبيا أستاذ عبدالله الكبير هذه العملية العسكرية التي أطلقها حفتر تتزامن مع زيارة الأمير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى ليبيا هو التقى به اليوم تتزامن مع دعوات دولية كثيرة للتهديئة ومع ذلك هو أصر على الخيار العسكري كيف تفهم ذلك؟ هل هي استهانة من حفتر بالمجتمع الدولي وبالمراشدات الأممية؟ أم هي ربما سذاجة عسكرية؟ ويظن أنه ربما قادر على السيطرة على طرابلس بهذه السهولة؟ هو في الواقع حفتر عسكري وليس سياسيا ويعول دائما على الخيارات العسكرية وعلى الحلول العسكرية وربما ظن أن المعركة في الغرب الليبي ستكون سهلة كما هو الحال في الجنوب حيث لم تكن هناك قوات قادرة على وقف تقدمه باستثناء مجموعات قليلة من التبو صمدوا لعدة أيام ثم تراجعوا أما باقي المدن فتسلمت له طوعا وأعلنت ولائها له بالنسبة لي أن يعلن الحرب على طرابلس بزعم تحريرها ولا نعرف من ماذا سيحررها وهي سكانها ليبيون والقوات الموجودة فيها قوات ليبية والحكومة الموجودة فيها هي حكومة الوفاق الوطني وهم ليبيون والخلاف بينهم بالتأكيد هو خلاف سياسي فمصطلح التحرير يعني القضاء على كل خصومه وعلى كل من يقفون في طريق مشروعه لفرض سلطته العسكرية والسياسية إذن يعلن حفتر عمليته العسكرية في وجود جوتيرش في طرابلس وبعد ذلك يتحول جوتيرش إلى بنغازي ويفشل في إقناع رئيس مجلس النواب بوقف القتال وبالتهدئة ويغادر اجتماعه مع حفتر وهو يقول أشعر بقلق عميق إذا الاشتباكات التي ستدور في محيط طرابلس يعني أن حفتر يرفض الاستجابة أو رفض الاستجابة لطلب من جوتيرش بأن يوقف الحرب ويخضع للحلول السياسية الآن يفترض أن هناك جلسة لمجلس الأمن الدولي في الحقيقة موقف المجتمع الدولي مريب يعني يطالبون بالتهدئة ويطالبون بضبط النفس ولا يوجهون الاتهام لمن أشعل هذه الحرب سأعود إليك لاحقا بهذه النقطة سأعود إليك لاحقا أعود إلى الأستاذ أحمد هدية جوتيرش قال قبل أن يغادر ليبيا قال أنه يغادر ليبيا مفتور القلب ويشعر بقلق شديد بعد لقائه حفتر هل يعكس هذا التصريح برأيك عجز أممي في السيطرة أو في تهديئة الوضع على الأقل في ليبيا وبالتالي فإن المشهد مفتوح على خيارات كثيرة أبرز والخيار العسكري طبعا نعم هو الأمين العام لأمم المتحدة سواء كانوا تيرس أو من قبله دائما ما يشعرون بالقلق في مثل هذه الأمور ولكن ما أستنبطه سأرجع بك إلى أسبوع قبل كان هناك لقاء لغسان سلامة وحفتر والسراج في أبوظبي وقيل بأن هناك اتفاق معين سيخرج للعلن سيكون هذا الاتفاق مرضي للجميع تبين بالآمس من خلال تصريحات حكومة الوفاق بأن حفتر كان فقط يكسب قليلا من الوقت وكان غادرا استخدم هذا التعبير في كلامهم حفتر يعول على أن أي إجراء من الممكن أن يكون سيكون بعد وقت ولن يكون عاجلا ولهذا قلت في بداية حديثي أنه ذكرني بذهاب الرتل إلى بنغازي في 2011 عندما قيل لسيف القدافي بأن المجتمع الدولي سيقوم بضربكم قال الجملة المشهورة نحن سننجز ما نريده قبل أن تقوم الأمم المتحدة بتفعيل قراراتها سنكون نحن الموجودين وستكون الحكومة لدينا وبالتالي ستكون هناك حسابات أخرى للمجتمع الدولي فحفتر من خلال ربما عقليتها والعسكرية وكثيرا ما رأيناه يجتر أفعال من سبقه يعني الجدافي تحديدا أو كل العسكريين الذين وصلوا إلى الحكم يعاولون على الحل العسكري ومن تم المجتمع الدولي سيكون له يعني وجهة نظر أخرى إذا ما هو أحكم قبضته أعود أن أرسل أعضل كبير نعم قلت بأن موقف الأمم المتحدة موقف مريب وبالفعل كان موقف المتحدة يعني غير واضح ولم يكن حاسما فيما يتعلق بالخطوة التي قام بها حفتر هناك صمت غير طبيعي يقول بعض الليبيين بأنه يعكس تواطئا أمميا حيال ما يجري في ليبيا كيف تفهم هذا الصمت؟ هذا الصمت لا نستطيع أن نفسره إلا بتواطئ المجتمع الدولي وانتظاره حتى يتقدم حفتر قليلا وعلى الأقل يكون له وجود بالقرب من العاصمة طرابلس ليتم إنجاز تسوية سياسية يكون هو طرفا مهيمنا فيها ويفرض المجتمع الدولي إرادته التي هي الآن أصبحت إرادة حفتر على بقية الأطراف التي ترفض أي تسوية سياسية معه لأنه بطبعه انقلابي وبطبعه لا يقبل أي شريك معه في السلطة المجتمع الدولي عودنا عندما تكون هناك أي اشتباكات من أي طرف أن يبادر إلى التنديد عودنا السيد غسان سلامة عندما تقدم اللواء السابع وواجه قوات حماية طرابلس على أن يبادر فورا إما بالتغريد أو بإصدار بيان يحذر فيه من انتهاك السلم ومن خرق الهدنة الآن السيد غسان سلامة يصمت والبيانات الخجولة التي سمعناها من المجتمع الدولي كلها ندعو إلى التهدئة ندعو إلى ضبط النفس في حين أن المعتدي واضح والذي أعلن الحرب ونحن على بعد خطوات قليلة من ملتقى وطني جامع يقرر فيه الليبيون مصيرهم وخارط الطريق تخرجهم من هذه الأزمة بذلا من أن يشيرون إليه مباشرة ويدينون هذا الاعتداء يطالبون بالتهدئة ويطالبون بضبط النفس هذا موقف مريب والآن سنرى المجتمع الدولي عندما نسمع قرار مجلس الأمن إذا كانت هناك جلسة قد عقدت اليوم وفقا لطلب بريطانيا سنرى موقف المجتمع الدولي حكومة الوفاق في احتقادي وعلى لسان أحد وزرائها قال لن نثق بعد اليوم في المجتمع الدولي المجتمع الدولي خذلنا يتظاهر ويعلن بأنه يدعم حكومة الوفاق ويدعم خيار السلام في ليبيا ولكنه يصدق على هذا الخرق وهذا الاعتداء على طرابلس دعني أذهب بسؤال أخير للأستاذ أحمد هدية من طرابلس يعني الصمت الدولي إصرار من طرف حفطر على الخيار العسكري ما هي الاحتمالات أو الانعكاسات المحتملة لهذه التطورات هل ما زال الحديث عن مصار سياسي وعن انتخابات وعن دستور واتفاقات أخرى هل ما زال الحديث عنها ممكنا وواردا اليوم أعتقد أنه من الغباء السياسي أن يكون هناك تفكير في حل سياسي حفطر يكون طرف فيه النية باتت واضحة جدا هو أحرج حتى الأمين العام لأمم المتحدة أتذكر أن جوتيرس قال في القمة العربية في تونس أن أخيرا ما معناه أخيرا توصلنا إلى حل في ليبيا اليوم يخرج ويبدي قلقه من أن الحل الذي وعد به هو غير موجود لا أتصور أن هناك حل في وجود خليفة حفطر حل سياسي في وجود خليفة حفطر هو لا يؤمن إلا بالحل العسكري وهنا في المنطقة الغربية الكل وصل للقناعة الكاملة بأنه لابد من الرد عسكريا وإيقاف حفطر عند حده عسكريا وليس دبلوماسيا أشكرك جزيل أشكر أحمد هدي المحلل العسكري كنت معنا من ترابلوس كما أشكر أيضا عبدالله الكبير الصحفي الليبي كان معنا من ليبيا أشكر موصول لكم أيضا مشاهدين بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج للخبر بقية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا على المتابعة